السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم هبة الجهيني من قناة اسرار الجمال برحب بكم يا بنات حبيباتي وحشتوني اوي انا بحب ان ازلكوا دايما الوصقات الجميلة والوصفات الطبعية اللي انتو بتحبوها طبعا نهاردة جايبا لكم وصفة يعني مش هتدوري بعدها يعني وصفة يعني وصفة من كلامي وبقول لكم بصي اي تصبغات اي تصبغات في جسمك اي مكان في وشك صمار الناس اللي عندها حكاية ان هي بشرتها بتفرز الميلانين اللي هو الصبغة بتاعت الوش دي او بتاعت الجلد دي بشكل اه حتبطل من وقت كده حتقلل القصة دي عندك عقل في صوابعك سامرة برضو حتفتح العقل دي اسمرار في رجليكي عشان انتي بتخرجي في الشمس كتير بصندل مثلا مفتوح برضو حيفتح اه وشك في غمقان في تصبغات في رقصه حابق حبوب رقصه ده كله ده حينتهي 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 حتلاحظي كده انت عايزة اقول لكم عليها قبل ما ابدأ كلامي او وصفتي اه انا لاحظت اه حتى في اه كنوات تانية وجروبات وكده في ناس بتقول يعني شوية تديق على اللبن على على مسلا حت اه حتبايد ولا حتفتح ولا حترجع الدنيا زي ما كنت مثلا اه جميلة و بشرة صافية او زي بشرة البيبي او الكلام ده كله هقول لها كنو واحدة بس اه ربينا خلق حاجات طبيعية من الطبيعة اه الحاجات دي احنا لما بنقولها اه بتدينا صحة وعافية يعني انت لما بتاكل خضور فاكهة بتلاقي عندك صحتك افضل من اللي انت بتاكل مخليلات بس او 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 مثلا عندها نظام الغذاء بتاع حوائع او كده لنفس الحاجات دي لربنا خلقها الحاجات الطبيعية دي لو انت استخدمتيها برضو على جلدك من برا نفس القصة بتديكي مفعول على الجلد الجلد ده ليه حق علي ان انا اعطيني بيه الجلد البراني ده المن برا حاجات اه يعني بصي من البيئة اللي احنا عايشين فيها ومن الطبيعة اللي احنا عايشين فيها حصل اه اسمرار انا كن ربنا خلقني بيه بجميل كده ببشرة لطيفة ونعمة وفتحة بسبب الاحتكاك بالبيئة الخارجية حصل اه اسمرار اه حصل تصدغات اه للبشرة اه حبوب رقص بيضة رقص حمرة اه كلف بسبب الحمل بس انا حاجة كتير زي كده اه عشان بطولش عليكم حالا هنبدأ الوصفة معانا النهاردة اه وصفة رائعة جميلة بحدبان اه نتيجتها من الاول استخدام بازن الله اركز معاي عشان الوصفة طويلة شوية وفيها كزا مكون وفي شوية كده ملاحظات هنحقولك عليها عشان ليه يبقى معاك المكون اللي انتي هتستخدميه ان شاء الله في الاسبوع من مرتين لتلاتة اول حاجة اه طبعا كلنا في البيت عندنا بطاطس ما فيش حد او ما فيش بيت بيخلق البطاطس هتجيبي بطاطساية كبيرة اه تمام كده هتقشريها وبعد كده هتقطعيها قطع صغيرة جدا او افضل انا شخصيا لان هي تتبشر يعني اتجيبي المبشرة وتبشريها اه بالنحية اللي هي رفيعة دي عشان تعملك اللي هي القطع الصغيرة خلص طب ليه مش بحب اللي هي تتقطع صغير الا تتبشر افضل لو هتبشريها ببشر صغير خلص زي ما بياني انا كده في الصورة هتدوب معاك بسرعة وهيتجانس المكونات معاك بسرعة مع اللبن على النار او الحليب معلش بتكلم انا بكل اللهاجات بس عشان ايه الدول العربية التانية يفهموني انا في مساء اللبن هما بيقولوا عليه حليب تمام? هخلط اللتين على بعض وحوطي عليهم النار او النار متوسطة الحرارة واقلب فيهم باستمرار لغاية ما يتجانس الخليط مع بعض اللي هو اللبن مع البطاطس اللي هي مبشورة تمام كده? بعد ما يتجانس الخليط على بعضه ويبقى بالشكل اللي احنا شايفينه كده في الصورة هتنازليه على النار هتحطيه في اقناء بلاستيك وهاتسيبيه طيب ايه بعد كده هعمل ايه? هاجيب صبونة اللي هي صبون الدوف او ممكن اي صبونة خاصة بيك بتستخدمها صبونة طبية او يستحصل صبونة التفتيح. طب انا ليه بحب صبون دوف بالذات? هقولك ليه? لان صبون دوف يا بنات بيبقى يعني اه زي ما تقول حنايا على البشرة. مش هيسبب لك حساسية ولا الكلام ده كله لانه في مرطبات عالية جدا جدا. صبونة دوف هتعمل لي ايه بيها? هتبشوريها بالمبشرة برضو من ناحية الرفيعة زي احنا سايفين كده في الصورة. هتبقى البشر بتاعها بشكل رفيع جدا. عشان ايه? عشان يسهل علي اه ان انا اخلطها مع المكونات السابقة. طيب ايه بعد كده? بعد ما انا عملت الصبونة دي اه بشرتها? هجيب شوية اللبن صغيريه خالص. يعني اولي ربع كباية. وابدأ اخلط اللي هو الصبون المبشور. اخلطه مع اللبن. اخلطه كويس قوي لحد ما يدوب الصبون خالص. وحتجيب المكونات السابقة اللي هي البطاطس. البطاطس اللي عليها اللبن اللي قبل كده عملناه على النار. مع الصبون المبشور اللي انت دوبتيه مع شوية اللبن الصغيرين برضو. وحتخلطي اللي اتنين على بعض. هتبدأي تخلطي اللي اتنين على بعض اللي حد ما يعملك الشكل الكريمي. اللي احنا عايزينه. تمام كده? هجيبيه كده. في ايه تاني هزود عليه? ملعقة نشا او ملعقتين نشا كبار. ملعقة او ملعقتين كبار نشا. ده مهم. وافضل اقلب بقى قلب اقلب لغاية ما يتجانس مع بعض. طيب لو انت بشرتك جفة. هتزودي حبيبتي زيت زتون. ملعقة زيت زتون على الوصفة دي. تمام كده? لو انت بشرتك ايه? جفة. طيب. انا ليه بقولك حطي زيت زتون عشان ما يحصلش جفاف للبشرة بسبب الصبون. اه حاجة تانية لو انت بشرتك دهنية هتحطي لمون. عصرة لمون او ملعقة لمون او نص لمونة. تمام? على المكونات دي. يبقى تاني عشان انا بحب اكد بس على المعلومة. لو بشرتك جفة هتحطي ملعقتين زيت زتون. لو بشرتك اه دهنية هتحطي ملعقة لمون. اه طيب اه لو بشرتك حساسة مثلا برضو ملعقة زيت زتون. طب في حاجة احسن من زيت الزتون او هقولك عارف ايه هو? جوز الهند. زيت جوز الهند ده مبتاز. احسن من زيت الزتون في التفتيح على فكرة. بس انا بقول لو مش عندك زيت جوز هند هتحطي ملعقتين او ملعقة زيت زتون. وتبدأي تخلطي المكونات كويس جدا جدا جدا. هيعملك الشكل الكريم اللي احنا عايزينه. هتحطيه على وشك قد اه خمس دقايق بس لو انت بشرتك حساسة. مع اضافة زيت الزتون او زيت جوز الهند زي وقلتلك على الخليط نفسه. طب لو انا بشرت دهنية او بشرت جفة احطه عشر دقيق. على الوش. لكن على الجسم انت طايم افتوح معك. يعني ممكن تلت ساعة. تلت ساعة جميلة قوي على الجسم. لان هو اصلا اصلا للوصفة دي معمولة للتصبغات الشديدة. يعني اي تصبغات شديدة هو بيقضي عليها تماما. المسك ده بيقضي على اي تصبغ في الجسم. كوع مثلا الركبة اه الرجلين الايدين. الاماكن الحساسة. بيقضي على الاسمرار بشكل عجيب. خديها مني كنها وانفزي. اه اه وطبقي المسك ده. الصراحة جميل خالص خالص خالص. طيب هتقولي لي انا طبقه ازاي يعني احطه ازاي وكده. عشان في بنات لسه ما تعرفش مثلا المسك تطبقه ازاي. هقولك اه اه طبعا اول حاجة انت ممكن تسألي عليها. المسك بتحط تلات مرات اسبوعيا انت لو شرتك دهنية. طب انا هحطه ازاي? هقولك ازاي? لو في اي ميكب اصار ميكب على وشك طبعا بتشيليها الاول حاجة. بعد كده بتخسلي وشك عادي جدا بالمية. عادي خالص. او بالغسول بتاعك. بعد كده بتتحطي المسك على وشك. اه زي ما قلنا اه دقيق خمزاية وعشر دقيق انا شرحت قبل كده. وبعد ما بتخلصي بتخسلي وشك برضو بالمية عادي المية الدفية. وبعد كده تعملي ايه? بتقفلي مسام الوش بتلجاية عادي او بماء بماء ورد. تمام كده? وبعد كده ايه هيحصل? روحي بصي في المراية. ودعي لي. انا عايزاكي بس تدعي لي بعد ما تبصت في المراية. وتعالي قولي لي هنا ايه الاقبار. طيب ايه طريقة تطبيقه على الجسم? طبعا اه افضل طريقة ان انت وبتاخدي الشوار. بتاخدي شوار اه دافي. وعشان مسام بتاعت الجلد تكون مفتوحة. واتطبقي المسك ده على جسم بكله. او على المناطق اللي فيها سمرار شديد. الرقبة مسلا كوع ركبة اه اي مناطق الحساسة وكده اللي بيكون فيها تصبوات شديدة وانتي عايزة تقدي عليها. طيب اتبقى اكيد منك اه مكون كتير طبعا مش كل يوم هلنبشر صابونة وبطاط صايا مش هافيه? هيبقى عندك اه في من المكون ده. اه الكريمي ده. اه كمية كبيرة. هتجيبي ايه عشان تحتفظ زبيه? هتجيبي اي عبوة عندك فضية في البيت نضيفة مخصولة او اي علبة كريم اديمة بس تكون مخصولة ونضيفة. واحد ديفي فيها المكون بتاعك ده وتقفليها كويس جدا. وتحتفظ بيها في التلاجة بتبقى صالحة للاستخدام من اسبوع لعشر تيام. انتي تعمل المكون ده بحيث ان هو تحطيه في تلاجتك او ممكن ياخد مسلا 12 يوم اخر اخره خالص 12 يوم. تمام كده? تمام كده. زي ما قلنا اي سؤال او استفسار عن الوصفة الجميلة جدا جدا دي هتسيبيلي اه تعليق بيها. لو انتي نفستيها ولقتي مفعولها واو جميلة معاكي ما شاء الله. يا ريت برضو تشجعيني وتقوليلي الكلام ده عشان اتشجع واجب لك وصفات اجمل واجمل. ويا ستي خلاص تمام كده بقى عندك كريم من صنع ديكي اللي تفتيح اي منطقة مسمرة في جسمك او فيها تصبغات. لو انت استفدت من الفيديو ده ما تحرمنيش باللايك بتاعك الجميل. ولو انت لسه زائرة للقناة يلا اشتركي وفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد. السلام اشتركوا في القناة